أكدت مصادر أهلية في محافظة اللاذقية السورية التي تضم مقر القوات الجوية الروسية في مطار حميميم العسكري أن الطائرتين مسيارتين تمكنتا من التحليق فوق المطار المذكور ومدينة جبلة القريبة منه وذكرت صفحات موالية للنظام السوري أن الطائرتين المسيارتين تم تدميرهما بعدما نجحتا بالتحليق فوق القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد ومدينة جبلة وبحسب المعلومات الواردة من المنطقة أن الطائرتين استهدفتا قرار ريف جبلة والقرداحة بعدة قنابل وأن الدفاعات الجوية الروسية قامت بإسقاطهما وتحدثت مصادر أن السلطات الأمنية التابعة للنظام قد طلبت من أهالي ريف جبلة والقرداحة واللاذقية بإطفاء الأنوار ليلا وتحديدا الخارجية منها مشيرة إلى أن النظام طلب عدم التهاون في الموضوع